السلام عليكم. موضوعنا نطلع بيه لغاية محافظة القاهرة. تحديدا الجيزة. كرداسة. هنحكي الموضوع من الاول. مش هنقول الليلة كانت فيه ايه. ولكن القصة هتبتدي كالتالي. الست اللي عندها تمانية وتلاتين سنة. اللي تقنقت مع جزاة اخناقة كبيرة قوي في احدى محافظات الصعيد. وقررت بعدها ان هي تهرب من بيت اهلها ومن بيت الجزء. قررت ان هي تقعد في منطقة الكرداسة تحديدا في منطقة الجيزة. المهم. الست اللي عندها تمانية وتلاتين سنة. اللي ارتبطت بعلاقة غير شرائية مع احد العمال. اسف في الكلمة عامل جمع قمامة. ما بين قسين? عامل قمامة وخلاص مش هنقول الكلمة التانية. المهم. العلاقة الغير الشرائية امتدت ما بينهم بعد ما عرض عليها انه هو تقعد معاه في البيت بتاعه. ولكن لازم يقول لأهل المنطقة ان هي امراضة. وبالفعل تم الموضوع ده. وقال لأهل المنطقة ان الست دي تعتبر مراته. وعلشان كده كانت قاعدة معاه. وهي مش بتجوزها. وفقت على الموضوع ده على طول مباشرتها. المهم. بعدها على طول بفترة كانت على طول العلاقة الغير شرائية ما بينهم هما الاتنين زي الفلح. زي ما بيقول. سداح مدار. الراجل ده كان عنده سبعة وعشرين سنة. اللي لسه صغيرة. هي تجبره تقريبا بالسن بحوالي احداشر او اتناشر سنة. المهم. بعد فترة مش صغيرة. استيت حملت. بعدها على طول معرفتش تعمل ايه. قررت ان هي تقول لعشقها ان هي حامل. وده الامر اللي هو اثار غضبه. وفي الوقت ده كان مقرر هما الاتنين ان هي مفيش حامل ومفيش اي حاجة هي بس كل الليلة كلها ان هو بيرايها في البيت بتاعه. ومن الاخر بيرافقها. اسف في الكلمة. بعدها على طول. استيت قررت ان هي تقول له على الحمل بتاعها وخصوص ان بطنها بدأت تكبر شويل. في الوقت ده بدأت اضرابها ضرب مبرح بالحزام. وقال لها انتي لازم تنزلي الطفل لبطنك. ما تكلمتش ولا نطقت لان هي وحدها. سايب اهلها وسايب جزء وسايب عاليتها كلها. المهم قعد اضرابها بالحزام وكانت كل جسمها كادمات معينة. المهم بعدها على طول ناموا مع بعض زي ما بيقولوا وبعدها على طول نامت جنبه وبقى منس النوم. مفيش اي حاجة. صح الصبح لقاها وهي جنبه قطع نفسها. معرفش يعمل ايه. متت من كتر الضرب جالها انهيار جالها لها ازمة ايا كان المهم ان هي ماتت. في الوقت ده على طول ما بقاش عارف يفكر يعمل ايه. اتصل باخوه اللي جاله على طول في الحال. اللي قرروا هما الاتنين. ان هما يلفوها بملاية. بلبس النوم بتاعها بالقميس اللي هي قميس النوم اللي هي كانت لابساة ويرموه في حتة اسمها صفت اللبن في منطقة كرداسة. اعتقد كده والله اعلم. المهم. الاهلي عصروا على الجزة رئيس المباحس عارف الموضوع. الموضوع وصل لمدير الامن ومدير المباحس بعدها على طول شكله فريق بحث من كرداسة وتحديدا برضو من الجيزة. من الامن العام. المهم عارفه في الاخر ان الست دي جاية من مكان تاني واخر مشاهدة لها كانت مع العامل اللي بيجمع الامامة بتاع المنطقة الفلانية. بمواجهته. وباخر مشاهدة لي معاها. وبالجران وبعد المصادر السرية اللي اكدت لرئيس المباحس ان الست دي عايشة مع فلان الفلاني. جابه وقاله على الحكاية كلها. وحكاله الحكاية اللي احنا حكينا كلها. خاف من الفضيحة وخاف ان البنت دي بعدها على طول تنسيب له الطفل ده لانه هو بالفعل ابنه. فقرر انه هو يقتلها هي وجنينها. ولكن ما كانش عايز يقتل الاكل اللي هو تموت. ولكن كان عايز يقتلها ضرب زي ما بيقوله في الاماكن اللي هي الصعيدي او في واجه بحري في المناطق الارياب فيها. وبعدها زي ما بيقول عشارها برضو معشرة تاني وبعد كده يناموا بعضا. المهم هي ماتت وربنا سبحانه وتعالى كان لها نهاية معينة. ورماها بالمنظر اللي احنا اتكلمنا عليه لغاية لما الاهلي وجدوا الجسة والموضوع كله تعرف. كل ده علشان الفضيحة وعلشان وعلشان وعلشان. ده الموضوع اللي كان مصارع على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة. ولكن المفاجع في الموضوع ده يا جماعة علشان تاخدوا بالكم من حاجة. ان الموضوع ده ما حصلش مبارح ولا النهاردة. الموضوع ده حاصل سنة واحد وعشرين. وبنزلها وسائل التواصل والاجتماعي على اساس ان هو حاصل من ساعة وليلة او من ايام بسيطة. لأ خالص. الموضوع ده اللي يقرأه هيعرف ان الموضوع ده من سنة واحد وعشرين. سنة واحد وعشرين. والموضوع اعتقد ان هو لغاية دلوقتي ممكن يكونوا خدوا اعدام او لا مش عارف او مش متذكر ولكن الموضوع ده عملنا من فترة جدا في الوقت بتاعه من ثلاث سنين. ولكن وسائل التواصل الاجتماعي منزلها تانية علشان يشغلوا الدنيا بتاعتهم. حبينا برضو نوضح لكم الامور وحبينا نقول لكم ان الاخبار كلها اللازم تقروها لازم تعرفوا الوقت بتاعها امتى? هل هو مبارح النهاردة? او الامبارح? ايا كان الشرار الفات? ولكن في اخبار بتنزل برضو بتبقى بيتة. قد لها فترة كتيرة. علشان نكسب بيها او الناس تكسب بيها تريندات. ده الخبر اللي كان نازل على وسائل التواصل الاجتماعي وكان منتشر بغزارة كتيرة. حبينا نوضح لكم الدنيا علشان تعرفوا الدنيا راح فين? وجايا من هنا. السلام عليكم.